من الأوقات العصيبة فبعدما أضحى الاقتصاد الإيراني مرادفا للركود والانكماش منذ فترة تجمع توقعات الخبراء على اتجاه الوضع نحو مزيد من التقهقر خلال السنتين المقبلتين خبراء صندوق النقد الدولي رسموا صورة قاتمة لمستقبل الاقتصاد الإيراني على المدى القريب كل المؤشرات تفيد بأن نسبة التضخم في إيران ستتجاوز 30% بسبب تأثير العقوبات الأمريكية وضع قد يؤدي إلى تسريح عدد كبير من العمال وبالتالي تفشي البطالة واتساع رقعة الفقر وقد تنتهي الأمور إلى إشعال فتيل إضرابات واسعة في الداخل الإيراني ارتدادات العقوبات الأمريكية على إيران في طريقها لتحدث رجة عنيفة في اقتصاد منهك أصلا ارتدادات لن يكون لها أي تأثير على اقتصادات دول المنطقة معطن يؤكده رئيس إدارة الشرق الأوسط ومنطقة آسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي وذلك لاعتبارين أساسيين أولهما محدودية التعاملات المالية والتجارية لدول منطقة الشرق الأوسط مع طهران وثانيهما تجاه أسعار خام النفط نحو الارتفاع بالموازات مع نمو معدلات الإنتاج النفطي في المنطقة خبراء الاقتصاد حتى من الدخل الإيراني يدركون أن الاقتصاد الإيراني سيتحمل منفردا وزر ما اقترفه ساسة إيران في حق بلدهم وشعبهم وتأثير العقوبات الأمريكية سيتعظم لأنه سيضاف إلى تاركة سنوات طويلة من سوء التدبير واستشراء الفيديو